اشتركوا في القناة ويختلفوا جملة وتفصيلا عن كل البطولات اللي حقق النادي الاهلي قبل كده ظروف صعبة جدا عدت على النادي الاهلي الموسمين دول الموسم اللي حقق فيه الرباعية بالتتويج بدوري الابطال والبطولة الدوري وبطولة الكاس وكمان ما ننساش سوبر افريقيا والتأهل لكاس العالم وتحقيق الميدالية البرونزية وصولا للمرحلة الاخيرة الخطوة الاخيرة المتبقية ان شاء الله على تتويج النادي الاهلي بدوري الابطال هكذا تمنيناها الحقيقة يمكن من بداية المشوار واحنا بنقول انه الاهلي هيواجه منافسة صعبة جدا مع الترجي مع الوداد مع سانداونز ودول كانوا ابرز الفرق المرشحة للوصول للمباراة النهائية وتتويج كانوا ابطال مرشحين او كانوا الحقيقة كل التوقعات بتصب ان واحد من الاربع عندها دول يكون هو بطل افريقيا الاهلي في مشواره تغلب على سانداونز وتغلب على الترجي وتغلب في النسخة الاخيرة كمان على الوداد ودول يمكن تكون الفرق الابرز في افريقيا في السنوات الاخيرة عشان كده بقول لحضراتكم انه الاهلي بطل الابطال ومقدر لي ان شاء الله باذن الله يحقق النجمة العشر في المشوار الصعب ده كان كلام كتير جدا حقيقة بيكسر في الفرقة بداية من الجهاز الفني وبداية من موسماني اللي حتى بعد محقق النجمة التسعة كان فيه كلام كتير بيتقال على انه المجهود فيها او الاصل فيها يرجع لريني فيلر اللي بالتأكيد طبعا قدم موسم اكتر من رائع مع النادي الاهلي لكن ها هو موسماني يرد على كل منتقدي الحقيقة ويقدم اداء اكتر من رائع خصوصا فيه بطول الدولي الابطال المشوار الاصعب كام بطل كام بطل قبله النادي الاهلي في مشواره وتمكن من اخصائه وتبقى خطوة اخيرة تمنتها الحقيقة مبارح انها تكون امام كايزر تشيفز وقد كان والحقيقة يمكن اتبعت المباراة مع الزملة هنا في قناة النادي الاهلي تبعناها لحظة بلحظة بثانية بثانية يمكن الطريق يمكن اصبح ممهد لكن مخطئ من يظن ان مواجهة كايزر تشيفز في النهائي حسمت البطولة المصلحة الاهلي انا بشوفها برضو مباراة صعبة جدا يمكن تكون نسبيا اسهل من مواجهة الوداد الوداد اللي بالمناسبة الحقيقة تسايد المباراتين زهابا وايابا انا شفت مبارات الزهاب في المغرب اللي تمكن فيها كايزر تشيفز او سامير نوركوفيتش الحقيقة تحديدا من تسجيل هدف كايزر تشيفز اللي اهلوا للمباراة النهاية وشفت كمان مبارات العودة اللي تسايدها الوداد المغربي من بدايتها لنهاية لكن في النهاية عايز اقول انه رغم قدرة الوداد ورغم ثقل كافة الوداد على حساب كايزر تشيفز قدر كايزر تشيفز انه يتأهل على حساب الوداد ويوصل للنهاية وفي زهني ومش قادرة بعد يعني من اللحظة اللي خلصت فيها مطش الترجي في زهني الحقيقة انه نحط في الاعتبار مواجهة شامبينز ليج اوروبا اللي جامعت بين تشيلسي وبين منشلسل سيتي لانه برضو الحقيقة كانت كل التوقعات وكل التحليلات وكل الارقام بتصب في مصلحة من سيتي ولكن في النهاية قدر تشيلسي انه يكسب مباراة من تسعين ديه ويحقق اللقب لكن اعتقد انه الاهلي واعي جدا واللي حقيقة تفكير مسماني في البطولة في مرحلة ومرحلة وفي خطوة خطوة في مباراة مباراة بيقول ان شاء الله بإذن الله ان احنا عندنا القدرة على حسم المباراة النهائية واحدة كمان من العوامل المهمة جدا انك انت كنت مرشح في حالة تخطي الترجي انك تلعب مع الوداد على ارضه ومع جماهيره وده كان بيصعب الى حد كبير جدا المواجهة على النادي الاهلي رغم ان كان عندي قناعة برضو ان احنا كان عندنا القدرة على حسم بطولة دولة الابطال حتى ولو على ملعب الوداد لكن النهاردة الفرص بقت اسهل 50-50 زي ما بيقولوا احنا ومجيزة شيفز هنلعب على ارض محايدة كل التوفيق للابطال يبقى بس ان احنا نحافظ على نفس المستوى من الاداء والرجولة والتركيز وان شاء الله بإذن الله قادرين قادرين بإذن الله على حسم النجمة العشر